في مشتقة الأس اللي هي أفل الأكس. الدالة نزلتها بمشتقة الأس هاد اشتقيتها خليتها هنا. شلون? وضح النسطر. خلنا اخذ مثال. واي يساوينا اي أسالب خمسة اكس تربيق زائدا ثلاثة اكس زائدا خمس. تمام? هاي هي الدالة. اثنان شلون رح اشتقها. انزل الدالة انا هذا مشتقة هشلون? الدالة نفسها هاي. انزلها. اللي هي سالب خمسة اكس تربيع زائدا ثلاثة اكس. ماكو اي شكال زائدا خمسة. في مشتقة الأس يعني اجي اشتق هذا الأس مالح. هنا اش رح اصصير? سالب عشرة. اكس زائد ثلاثة. عرفتوا شون اشتقيت? ثنين هاي ضربت بالخمسة نزلت عشرة. ثنين نقصتها واحد. تمام? هنا ثلاثة اكس. اشتقيت الاكس بقت بس ستلاف. تمام? هالشكل هذا صارت. تقدر تقول هالشكل هالا بعد التبسيط رح صار سالب عشرة اكس. ضربناها ثلاثة. اكس بونيشل. والسالب خمسة. اكس تربيع زائدا ثلاثة اكس زائدا خمسة. هالشكل ها. هالشكل هاد. هازالشال شابت? هاذا بالمثال الثانية رح اصير اوضح. شوفوا هذا المثال الثاني. ها هي الدالة? طبعا بالنسبة الدي واي على الدي اكس هاي لا تنسوها خافو ينقصكم المصاحة الدالة لنزلها بهالشكل هاده تاني الاكس في مشتقة الاس اذا هردت اشتق الاس هنا مشتقة التاني هي سيكن تربيع الاكس الدالة دالة في مشتقة الاس مال من مال الدالة تمام في مشتقة اس الدالة